أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن ملف تحلية المياه أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموي المختلفة سواء في الصناعة أو الإسكان وفي غيرها من القطاعات وخلال اجتماعنا لمتابعة جهود تحلية مياه البحر مع وزيري الموارد المائية والإسكان وعدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مما يتطلب التوسع حاليا في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال